اختبرنا سبل الحياة بتجارب وخبرات بتسقل موهبتنا وشخصيتنا ومن خلالها منكتشف الكثير عن اهتماماتنا وقدرتنا على صنع بصمة بهاي الاهتمامات وكل ما تعرفنا بشارة على موهبة جديدة أو حدا عنده قصة نجاح فأكيد هي بتشحننا بأفكار جديدة لحتى نقدر نطور بمسيرتنا بحياتنا وأحيانا ننحل بعض المشاكل اليوم ضيفتنا حتكون صبية مميزة لأنها مرأت بالعديد من المحطات بين المسرح والإخراج والترجمة حنشوف اليوم غفران ديروان المخرجة الشابة شو حتخبرنا عن قصة ومسيرتها أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك معنا اليوم غفران يعني مسيرة منوعة ومثل ما بيقولوا اهتمامات عديدة اليوم تحكينا عن البداية أول شي أنا دراستي الأولى هي ترجمة لغة إنجليزية خلال دراستي الجامعية أنا كثير بحب الأساس المسرح والتمثيل وهيك فبالدراسة كان فيه مسرحيات تعرض لقسم اللغة الإنجليزية ويأخذوا كمان من عدة الكليات فيعملوا مسرحيات باللغة الإنجليزية فجيت قدمت على أحدى المسرحيات وقبلت أن يكون ممثلة على خشبة المسرح بهذاك الوقت كان تجربة كتير بالنسبة لي كتير قوية لأنه سقلت لي شخصيتي كتير يعني أنا كان عندي مشكلة بالأي كونتاكت مع العالم ما كنت أقدر أنه حط عيني بعين يعني كل الناس بقدر بس بشخص واحد فهي واحدة من الأشياء اللي خلتتي أسقلت لي شخصيتي من خلال المسرح من بعدها أنا كمان اشتغلت قبل منها مساعد مونتير اشتغلت مع شركة إنتاج كنت كمان حب أني أعمل أفلام قصيرة كان في تجربة ما كملت بوقتها بال2006-2007 ما كملت بهذه التجربة وتأجلت لحديت بعد المسرح قدرت أقدم بال2014 أول عمل لإلي بعد ورشة عمل اشتغلتها وقدمت أول فيلم وهي كانت البداية العالمية حلوة القصة لما تبدأها نحكي الطريق من أول ولكن حبك للفن حبك لهالمجالات الإبداعية رحتي لدراسة الترجمة أو الأداب يعني الأداب الإنجليزي فقدي كان صعب عليك هذا الخيار أو لا؟ يعني أنت اكتشفت شغفك يمكن أثناء الدراسة هلأ هيا بالبداية أنه أنا كتير بحب الأفلام يعني حتى من قبل الدراسة كنتابع كتير وشوف السينما بس ما خطر ببالي يوم من الأيام أنه أنا كون مخرج يعني أو كون مخرجة عمل أنا كنت حب بمثل أكتر يعني بالبداية فاك الخشبة المسرح هي اللي خلتني هيكي أطلع على العالم شوي أقدر أنه أسقل موهبتي بعدين لما بلشت بموضوع الإخراج يعني هي إجت عن طريق أنه أنا حابة أعمل فيلم أصير أنه أنه تفرجي رؤيتك من خلال عمل فأول عمل للي هو كان هيك تجربة مثل ما فينا نقول بس ما تخيلته أنه هو ياخد صدق كتير كبير بسوريا ونحاء العالم ومو بس بالعالم العربي حتى خارج الوطن العربي لأنه أنا قدمته وشاركت فيه بمهرجانات كتير كبيرة هي كانت تجربة لما الأشخاص اللي حواليك قالوا لك هاي التجربة كتير حلوة قدمية لبرة فالناس شجعتني أكتر وخلتني أنا فكر أكتر بموضوع أنه أنا بيطلع بإيدي أنه أنه كون مسؤولة عمل يعني أنه أنت تكون مخرج تكون مسؤولة عن عمل كامل متكامل عن لقطات عن شغل بالصورة وأنك تفرجي رؤيتك من جوا على الطريق الشاشة تمام تمام غفران يعني بعد هذا النجاح اللي كان الأول تجربة إذا بدنا نقول أرجعتي فكرت بموضوع الدراسة أنه أنا لا كان لازم أتخصص أكاديميا من البداية كدراسة جامعية وإلى ما هنالك كان عندك هذا التردد أو فكرت بمرحلة معينة بهذا الموضوع؟ فكرت موضوع الإخراج إيه كان جعبالي أني أدرس إخراج مثلا بس بعدين صرت عم حس أنه أنا صرت عمل دورات صرت عم حس أنه اللي اللي عم بعملهم الدورات يعني عم يكونوا كافين أكتر يعني صرت حس أنه مو كل شخص هو خريج أكاديمي مثلا من جامعة معينة هو بيقدر يشتغل عمل صرت عم حس أنه لأ في فنانين كتير كبار ما دخلوا مثلا معهد العالي بس هو عندهم موهبة وهي الموهبة أثبتتهم أكتر من كتير عالم مثلا دخلت وما نشحوا يبني هاي موهبة هبا من عند رب العالمين هاي الشخص أنه عنده عنده قدرة يقدر يعمل شيء فمو شرط يكون دائما دراسة الأكاديمية من واحدة أجربتك اليوم لما يكون في شب أو صبية عندهم هاي الموهبة بتنصحي أن يروحوا من الأول لدراسة الأكاديمية ولا لا هنال ممكن يتابعوا هذا الطريق يعني الصعوبة وين بتكون أكتر؟ تمام هلا لا مو شرط أنه دائما يدرسوا بس هنن يشتغلوا على حالهم يعني يشوفوا وين في هذا الشي يسقلوا موهبتهم عندهم موهبة يشتغلوا حتى لو مروا بصعوبات لكن فرصة العمل يعني وين بتكون خلينا نقول أقرب وبمتناول اليد لما بتكوني درستي أكاديميا ولا لما بيكون مثل بتجربتك يمشيتي ورا شغفك وموهبتك هلأ هي كمان وهلأ بالبلد هون أيام عم ياخدوا إنه خلابية الأحيان عم تاخد عن طريق الدراسة بس كمان ما عم يكمل يعني ما عم يكمل مشوارهم أنت لو أنت آخذ دارسوا لهي عم يكون فيه فترة معينة بس لما بيكون أنت ساقل موهبتك مع الدراسة الأكاديمية هاي كمان عم تكون فعلا هون يعني عم تخليهم ياخدوا مجال عمل أوسع تماما تماما غفران بدنا كونوا نحكي عن دراسة وعن ترجمة تحكي لنا اليوم عن تجربتك كمترجمة مع البعثات السياحية يلي كان مع وزارة الإعلام تحكي لنا عن هاي التجربة كيف كانت والمناطق والأعمال يلي تم ترجمتها والإرشاد السياحي يلي ساهمتي فيه بهذا الموضوع هي الفترة اجيت بفترة الحرب كانت 2018 اشتغلت بقسم الإعلام الخارجي كان يجي صحفيين أجانب من كافة أرحال العالم فنطلع معهم نحنا يعني نترجم لهم من اللغة الإنجليزية للأشخاص من العربي أو العربي للإنجليزي تجربة كثير حلوة وغنية لأنه أول شي كمان أنا عرفتني عم مناطق ببلدي يعني أول مرة بروح عليها ثاني شغلة بتخلي الواحد يكون عنده مسؤولية كبيرة مسؤولية وطنية كمان أنه قدر أنا وصل الفكرة أو وصل الشي المنيح لا المخترب أو الشخص اللي جاي من بره ويعني يمكن بتحمل مسؤولية أكتر كونه كنت بفترة الحرب 2018 ما كان لسه الوضع ميدانيا متأزم إذا بدنا نقول فهي الرسالة اللي بتحملها بتخيل صح لإيصال الصورة الصحيحة عن الواقع صحيح صحيح هي كانت رسالة وكمان تسقلت لي شوي كمان بالعمل الوثائقي على الأرض يعني تشوف شخصيات هي حقيقية قدامك معاناة حقيقية كيف فينا نقدر نوصلها هاي للأشخاص بلغة تانية تمام فهي كانت كمان تجربة كتير كبيرة وحلوة بالنسبة لي وصعبة تمام بنفس الوقت لأنه أنت كمان كنت تحت ضغط الحرب يعني هي مقالنا كتير سهلة يعني أيام تكون معاشي تسمع صوت قزايف يكون في محل خطير ما تقدر تفوت عليه أيام تروحها أماكن مدمرة تشوف المأساة على الواقع كتير صعب تمام كتير صعب أنك تشوف المأساة على الواقع وتروحها أماكن فعلا تكون خطرة يعني لألك ولا الشخص المرافق تمام وقتبنا نرجع لنحكي عن موضوع اللغة وعن موضوع دراسك الأساسية وجود أكتر من لغة بحياتنا تعدل اللغات بثقافتنا قد هو بساعد خصة بهذه المجالات التي هي رايحة للموهبين للإبداع للتواصل مع العالم بغض النظر عن اللغة اللغة هي سبحان الله كمان هبا من عند رب العالمين يعني مو أي شخص بيقدر يحكي أكتر من اللغة هبا من عند الله يعني فهي اللغة كمان بتقدر عملية التواصل مع الآخرين مع عالم مختلف مع ثقافات مختلفة هلأ مثلا أنا بحكي إنجليزي حتى قبل الدراسة تبعي بحكي تركي بعلم لغة تركية كمان حاليا الفارسي هلأ كمان عم بتعلمه يعني ما بيني شي صرت فيه في عندي كمان شوية سباني على شوية فرنسي فالحمد الله وعم نكمل لسه باللغات يعني فهي اللغة تواصل مع الآخر حضارة تتعرفي على حضارة وثقافة بلد آخر بتعيشك حتى لو أنت بمكانك كأنك بتعيشي عندهم يعني كأنك أنت عم تجيب البلد لعندك فهي كمان بتسخيل الواحد كمان خبرته وثقافته مع العالم فيكي تتعرفي على أشخاص وجنسيات أخرى حتى لو أنت موجودة بالبلد تماما تماما غفران بدنا نجع على السينما وحديثنا الأساسي اليوم الأدوات يلي وظفتها غفران بالبداية واجهت مشاكل الأدوات يعني اليوم إذا بدنا نشرف على العمل بشكل عام كأخراج كتصوير إلى ما هنالك بحاجة لأدوات وجدتها غفران واجهت مشاكل التي تحصل عليها بشكل عام أدوات المنتج وأدوات بشكل عام لإنتاج العمل السينمائي أكيد أكيد في صعوبات كثير كبيرة مرت فيها إن كان بأرضية المكان اللي أنت عم تشتغل فيه العمل بميزانية العمل بأدوات التصوير الكاميرا الكادر أنك تأمن حتى أيام أنه أنت تكون مشرف على عمل بدك تنظم هذا الكادر أو الكيب تبع العمل كمان في صعوبة يعني خاصة بالبدايات بالبدايات ما أنه سهل أنه واحد يكون مسؤول لو كانوا شخصين أو ثلاثة يعني لازم تكون كتير بقمة قوة الشخصية لتقدر أنت توازن بين العمل بين الكيب العمل والشغل فأنا كتير واجهت صعوبات بصراحة واجهتها من بداية من المادة من الأرضية من الأرضية المكان اللي بنا نشتغل عليه ما كان سهل أبدا أني أنا لاقي مكان قدر صور فيه حتى الكاميرات يعني الكاميرات استئجار الكاميرات استئجار أو أنه كمان تحصل أنه يكون في عندك مصور كويس يشتغل ما كان سهل ولهلأ يعني نحنا عم نعاني كلما ما رأيت بفيلم عم نعاني أكتر يعني أنا بقول لك أول عمل ممكن العالم تستغرب أنا أول عمل كلفني فقط ثلاثة آلاف ليلة أي سنة بدأ أو سؤال سأل لك يا أي سنة 2014 بالإمكانيات الصغيرة اللي قدرنا نعمل فيها وبالأشخاص اللي يتبنوا العمل حتى كمان بدون ما أنه مثلا يطلبوا مصاري وكذا فأنه هنه نحبوا الشغل تعاونوا معي حوالي 6-7 أشخاص بعمل صغير مدة 3 دقائق فأنه كل هاي المبلغ كلفنا هذا الأدار لما نزدنا مثلا باللزي بعدها كمان صار يكلفنا أكتر صار يكلفنا أكتر حتى أنه التطور الحياة والتطور مثلا الأدوات العمل السينمائي صار بكلفك كمان يعني لما تجيب مايكات كاميرات مصور كويس مونتير كويس أنه أنت يكون عندك شخص يكون كويس بالشغل الإضاءة صار كلما العمل كبر كلما زاد الصعوبة عليك وزادوا كمان الأشخاص اللي بدون يشتغلوا بهذا العمل وتكون مشرف على أكيب عمل أكبر من العمل اللي كنت عشتغل في أول مرة خلينا نقول هلأ بدنا عم نحكي عن غفران لأنه بدنا نحكي سنما بدنا نحكي بشغلك بيت العرايس هذا الفيلم يلي كان من كتابتك وإخراجك تخبرين عنه بيت العرايس هو الفيلم الرابع لألي والفيلم الوثائق الثاني هنالين كانوا عملين بالقبل سينما تجريبية هلأ نحنا عمل الوثائق الثاني اللي اشتغلنا هذا العمل هو بيحكي عن عائلة موجودين بمنطقة عشوائية سكنية عاملين عالم لحالهم عالم ما فين كتير احكي بالفيلم لأنه كونه جديد ومشغول عليه فهو عايشين بعالم عاملينه لحالهم خلال هاي الأوضاع المعيشية الصعبة اللي عم نعيشها والحرب اللي مرئنا فيها عاملين عالم عم يهربوا منه عاملين عالم لحالهم فأنا لقيت قصتهم كتير مميزة وحبيت أعمل عنهم فيلم وثائقي تسجيلي عن هدول العائلة هلأ نحنا خلصنا تصوير قبل كم يوم إن شاء الله نحنا هلأ عم نمشي بعمليات المونتاج وقريبا بيصير في عرض هو يعني أو عمل سينمائي إن شاء الله هو عمل احترافي يعني قدرت فيه إنه كل شي تجارب سابقة أنا مرأت فيها إنه يتعلم منها تعلم من أخطائي تعلم حتى من الشغلات المنيحة اللي أنا اشتغلت فيها وإني أدمه بهذا العمل ويكون عمل إن شاء الله أطول من كل شي اشتغلته قبل كعمل وثائقي وإنه نقدر نكون عمل ناجح إن شاء الله يكون تمام 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 غفران يعني ذاهمنا الوقت بدي روح لسؤالنا الأخير اليوم ونحكي عن رصيد الأعمال الأديمة وشو الأعمال اللي كانت حققتها غفران بسؤالنا الأخير هلأ هنن صاروا أربعة إن شاء الله خمسين عيون الشيطان وعلا قريبا إن شاء الله إنه قدر نشتغل بعض هذا العمال وتعلمت كثير من هاي التجربة وأنا كثير سعيدة إنه إن يكون حدا عم يشتغل صانعة أفلام سينمائية وإني عم بتعلم من تجارب تجاربي وتجارب غيري يعني أنا كمان بحضر كثير أفلام سينما وثائقية ودراما وكله من جميع أنحاء العالم وإني أتعلم من تجاربهم من أخطاءهم من الصعوباتهم إنه أنا قدر أتفادى أي شيء لأدام وإنه اللي عم نتعلم نحنا قد ما مشينا رح نظل عم نتعلم يعني كل الشكر لإليك غفران أول شيء يعني على أنك أنت عم تحكي تجربتك هيك بتجرد لأي شخص عنده موهبة ببداية طريقه بيتفاعل لما بشوف أنه قد ما كان في صعوبات بالآخر شكراً كثيراً لحضورك معنا وكل التوفيق بالعمل الجديد وكل شيء أعمال مقبلة إسلامي شكراً لإلكم كما على استضافة الجميلة التي استضفتني أكيد أكيد شكراً لإلك وكل التوفيق وإن شاء الله يمكنك بصمة مميزة لغفران ديروان بالمستقبل القريب إن شاء الله شكراً لكم وإلى هون ممكن نصلنا لخطام حلقة اليوم من برنامج جامسكو وأكيد رح نزكي المشاهدين ناصبة بسؤال حلقتنا اللي أطلقناه بر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كان شو بتختاره بين الأكل الجاهز أو الطبخ صيبة شو رأيك ان شو خطرتي هلأ هو المفروض الطبخ بس ما بعرف شو رأيك نحن شو عمنا أكتر هلأ بتخيل كونه على الشغل فهو الأكل الجاهز ولكن يعني الطبخ ما بحل مكان وحدا أكيد وإن شاء الله يعني متل ما كانت النسب أنه الطبخ حصل على النسب الأعلى من قبل المتابعين على الصفحة أنه فعلاً يكون هيك نقدر نلتزم دايماً بأن نظام الصحي لو ضغطنا الشغل أما سؤال الحلقة القادمة متابعينا فحيكون بين الصيف والشتاء شو بتختاره شو بتختار بشار بتخيل الصيف حتى الهلأ تختار صيف مع كل اللي يعني فيه بتخيل الصيف أوكي وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا متابعينا ونتمنى أنه نكون فعلاً عم نقدم المحتوى خفيف الظل واللي بحقق لكون الفايدة اشتركوا في القناة